بعض الاشخاص يدعون انه هو ارتفاع سعر الصرف للدولار بقياسا مع الدينار العراقي او الحرب العراقي الحرب الروسية الاوكرانية هي سبب نعم قد تكون هي سبب مساعد ولكن ليست هي سبب الرئيس السبب الرئيس منذ عام بعد خفض قيمة الدينار العراقي ظهرت هذه الحادثة وبدت ترتفع المواد بنسبة اكثر من 30-40% في حين التخفيض للدينار العراقي صار بمستوى 21% استغل من قبل التجار المطلوب المفروض الآن وفي ذلك الوقت تحدثنا في اكثر من مناسبة وقلنا انه محدودي الدخل يفترض انه توجه العناية الخاصة لهم لانه هؤلاء اشخاص محدودة رواتبهم وخاصة من من يستفادون من الرعاية الاجتماعية واللي قوتهم محدود وارتفعت هذه الاسعار فلذلك يجب ان تنظر لهم الدولة بمنظار خاص المنظار الخاص اللي تنظر لهم الدولة لو كانت الدولة في نظام شمولي مثل ما كان بالسابق لكان ممكن انه تدعم هذه الجهات لكنه لا نظام الاقتصادي بالبلد هو نظام السوق والمفتوح الى التجار بحيث يصرفون بوفق ما يشتهون ووفق هواهم لكن كان على الدولة في ذلك الوقت ان تحدد المسارات الحقيقية للحفاظ على هذا المستوى من الاسعار وعدم السماح الى التجار بالتلاعب على سبيل المثال اصدار او اعادة تشكيل دائرة الرقابة على التحويل الخارجي اللي كانت موجودة في البنك المركزي والان ممكن ربطها في اي جهة حكومية اخرى يعني هدف ما يتعلق بسعر صرف الدولار سيد عبد الرحمن ولكن ماذا بخصوص ارتفاع اسعار النفط ازمة الحرب التي نعيش وهو التدعيات كل ذلك على العراق تفضل نعم وهنا اريد اتسلسل بالحديث عندما احدد مسار المواد اللي ممكن انا استوردها والمواد اللي ما ممكن انا استوردها من قبل الحكومة وزارة التخطير ووزارة المالية ووزارة التجارة ذاك الوقت ما رح يقدرون يتلعبون ورح يكون الدولة لها دور في هذا الموضوع الدولة الان ما تقدر تدخل بهذا الموضوع لانه اقتصاد سوق والسوق الحرة يتحتم عليه انه نتركهم بهذا المجال حتى السيد رئيس الوزراء من اصدر توجيهاته بمراقبة السوق مراقبة السوق يعني للمواد المدعومة خان التاجر يأخذ اجازة الاستيراد وفق ظوابط وزارة التجارة او وزارة المالية او القمارق الان يتصرف فيها بكيفه الاموال اللي يحولها على ما يشتهي ولذلك عندما تقدم للدولة خدمات معينة تقدر تلزمه بانه تفرض عليه بعض الشروط وبعض الظوابط اما الان فلا هذا الموضوع انتهي ان نرجع على موضوع الازمة الحالية الازمة الحالية طبعا هو هذه في دائما قبل شهر رمضان تشهد الاسواق العراقية حالة من التذبذب في الاسعار وخاصة باتجاه رفع الاسعار والان بعد هذا الموضوع اللي صار في تأثير الحرب الروسية مع اوكرانيا وتعرفون مثل ما جناب قبل شوية كان يتحدث السيد بمثل وزارة التجارة انه المواد اللي تستورد من اوكرانيا ومن روسيا هي القمح والزيوت وصحيح لكنه هل من المعقول انه العراق اللي صار لك سنوات كثيرة ويمثلك اربعين مليون دونم من الزراعة مجرى ان يقدر يؤمن وكانت في سنوات كثيرة من سنوات الماضية العراق لك! تفيداتي